السلام عليكم كانت منكم تكونوا كلكم باخير ولا خير اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم قالات كي يجي معلك والديد واكثر من رائع بكم ان شاء الله غا يكون في تندانس باش تعمل فائدة على الجميع اللي خطكم اليه والله يحفظكم هاد القالات نقدرو نديروه في الفطور كيف ما نقدرو نديروه في القطة في العشية كيف ما نعطيه الوليدات لك انه غادي المدرسة كيف ما المرأة العاملة سيئة لك انت غادي هتديك تصويره غادي نقطع لكم واحد الوحيدة باش تشوفها من الداخل كي تتجي من الروع ما يكون كانت منا تشجعوني بلي لايك والشراك في القناة عالم سعاد والبرتاش كي قديمه ونمشيو المقادير وطريقة تحدى بالنسبة المقادير ادنا معاقة كبيرة ديال الزبدة تكون على درجة الحراط غربة ربع كاس ديال الزيت نصف كاس ديال السكر سنيدة او لنائم حبيبات كاس ديال الحليب عدنا جوش خمارات من فئة 16 جرام بيضة واحد رشة ديال الفاني واحد رشة ديال الملح غادي نبدو آآ بسم الله كناخدو الزبدة واحد المعلقة تكون زبدة مزيانة تكون حيوانية من الاحسن او لا تقدرو تديرو ديال العلبة باش تكون شوية رطبة كنديرو السكر سانيدة وكنديرو الزيت وغادي نخلطو هاد العناصر مزيان تكت نساجم الزبدة ما تخليوهاش حبيبات لخليتوها غادي تعذبكم فتحين غادي بقى باينة نخلطو مزيان او لا تقدرو تخلطو بيديكم مني كنخلطو مزيان غادي نضيف هاد البيضة نسيت ما قلتاش لكم ما حقيتاش مع المقادر ونخلطو تاني عاود مزيان صافيو غادي نضيفو الحليب كي ما قلت لكم اللي تنسيم درت الفاني بودر تقدرو تديرو صاشي ديال الفاني او للي بغيتو صافيو كو نضيف هاد الكاز ديال الحليب بالنسبة اللي بنات اللي بغاو بلا ما يخلطو تقدرو تخلطو هاد الشي كامل اللي اللي دردابة الحليب السكار البيض آآ ساني دا المهم الزيت كل شي تشي غادي روه في الطحان الكهربائي طحنوه من بعد تحيدوه وتخلطوه مع الطحين هتجيكم تلقى ديال سهلة غادي ناخد واحد المعلقة كبيرة وشوية ديال آآ لعسل هاد العسل هو اللي كيعطي دك التعليكة اللي كتجيل هاد القالد إلا بغيتو تعودو بالمربع آآ اللي تيكون سائل يمكن لكم تديرو معلقة كبيرة وغادي رجع نخلط صافي مني كنخلط كنجيب هادوك الخمارات جوج آآ من فئات 16 جرام وعندي الدقيق من 350 جرام تالى 400 جرام بالنسبة للكاس العنبة من ثلاثة الكيسان ونص ديال العنبة تالى ربعة الكيسان على حساب الدقيق وش كيشرب ولله مهم دا داك الكاس آآ الرابع كنخليه جانب وكنديرو غادي نوريكم القوام باش تعرفو حس هي مكتكونش هادي مجموعة بحل آآ بحل صابلي اولا بحل عاجين بتتكون شوية مطلوقة غادي نوريكم القوام ديالها باش آآ تعرفو هذا هو القوام ديالها كي ما شفته ماشي بحل الكيكة وماشي بحل الجينة ديال الحلوة هكا تتكون غادي ناخد واحد البلاستيك وغادي نوضعها فيه وتقدروا لا عندكم جيب حلواني مكن لكم انا درس هاد البلاستيك على حساب البنات اللي ما سيكونش مفرع لهم آآ نجيب الحلواني صافي مني كان قاد هاد العجينة في هاد البلاستيك كان نجيب واحد المقص وكان نقطع من البلاستيك لقونت ديال البلاستيك باش نقدر نخرج العجينة هاد هي سهلة غادي نجيبو حطا والي كدخل الفرن نفرشو فيها من الاحسن الورق ديال زبتا نحاولو نخرجو داك الهواء باش كتخرج لنا ديك العجين آآ يعني ملسا ما ما كيجوش في هادوك مني كان وجدو هاد الصينياء آآ او لا طاوة نبدو نخرجو على هاد الشكل كنكونو حاطين واحد تويصيل في واحد المعين قا صغيرة ديال زيت باش كندهنو الاصبوع ديالنا وباش كنهبطو ديك العجينة كي مشتو عملية را سهلة ولكن ما نقوش لكم النتيجة كي تجي غادي نضغط عليهم شي شوية حس هما كيت نفحو ومن الاحسن ديرون فات الجرح تي كبارو تي كبرو ما تيبقوش هاكا سوف يكن بقى مستمراته كنكمل هاد الطاوة وكننا نزيد طاوة اخرى ونضغط عليهم شي شوية بالاصبوع ديالي مني كان نبدو نحطوهم في هاد طاوة هاد لوقيته كان نكونو كان نبدو نسخنوا الفران كان نسخنوا الفران آآ مزيان غادي نزينوهم بشوية ديالي آآ اللوز ايفيلي وتقدروا تديروا كوكاو ايفيلي او لا آآ كوكاو مهرمش او لا تخليهم هاكا ماشي مشكل مهم تزين على حساب الرغبة كي ما قلت لكم الفران غادي نسخنوا مزيان او من بعد منك يسخن كان نوضع الطاوة ديالي وكننقص الحرارة كانخلي الحرارة على مية وثمانين غادي تشعلوا في الاول التحت تتحمر ليكم وتنفخ وتعاودوا تديروا الفوق انا درت الطاوة في الاول التحت ومن بعد من يتحمرت طلعت هالفوق هي تحمرت دابة غادي نحيدها ونخلي الفوقانية تتحمر وهدي ايه الطاوة ديالي من بعد ما خرجات اما ما كتلسقش هانتو ما ولكن كتجيزوين ارا بقسخون الفار طالب كتجيزوين بزاف على تشكل وبالنسبة للحسيفات اللي بغيتو زي ما درتو كيمية كبار من هادي وبغيتو تقبعوها اللي كنتو بغيتو تاكلوها غفتك يومين اتخليوا عادي اها هي تغطيوها مزيان وديروها في بلاستيك كنتو بغيتو تخليوها واحد الاسبوع من الاحسن ديروها في المجمد ديروها في البلاستيك غذائي وزيرو عليها وخليوها في المجمد مني كاتبغيو تجبدو كاتجبدو تخليوها تيطلق منها التلج عادية لما تسخنها كترجع كيم ما كانت بحل لا يلا جبدناه او لا بغيتو تطيوها ليداتكم غادي تجبدوها وتلويوها في شي شي منيدين وتعطيوها لهم منك يديوها المدرسة كتطلق ديك ساعة وكهزوها كياكلوها عادي كتبقى زوينة ولا بغيتوها في ديك يومين غا تزيرو عليها في شي سطل او لا في شي حاجة بلا تلاجة ارا كتبقى زوينة وارطبة واكتر من رائعة ولا عندكم شي تساؤلات او لا اقتراحات بغيتو تخلي ورية يمكن لكم تخليوها مرحبا والف مرحبا مش مشكل انا دائما الاسئلة ديالكم اه كنجاوب عليها ما كنخليهاش وخاء لا تعطلت نقدر نتعطل ولكن في نفس الوقت تنجاوب وصحة وراحة استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة